الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من طلع على الوجود سيدي يا رسول الله طلعت على الوجود أتم رحمة وأعظم منة وأجل نعمة ويوم الحشر تكشف كل غمة وتمنح فيه محمود المقام وبعد فما ذال الكلام حول كتاب الميزان الكبرى المداخلة لأقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم هذا الكتاب كما قلت لحضراتكم من أهم الكتب التي واذن فيها المؤلف بين أقوال بين أئمة المذاهب الفقهية الأربعة ومقلديهم لأبي المواهب عبد الوهاب ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الشافعي المصري المعروف بالشعران والمتوفى سنة 73 وتسع مئة من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا عند الكلام عن باب ثجود السهب باب ثجود السهب وكنا قد تعرضنا للكلام عن المتائل التي ذكرها الشيخ عبد الوهاب الشعراني وأجمع عليها أئمة المذاهب الفقهية فهو كعادته يذكر ما اتفق عليه العلماء كان مسألة أو اثنين أو ثلاثة ما اتفق عليه العلماء من أئمة المذاهب الفقهية في الباب أو الفصل الذي يتحدث فيه ثم بعد ذلك يتعرض لذكر المسائل التي اختلف فيها الفقهاء من أئمة المذاهب الفقهية ويذكر رأي كل إمام من الأئمة ودليل هذا الرأي في هذا ثم بعد ذلك يقوم بالموازنة بين آراء الأئمة في المسألة المذكورة وهنا كنا قد وقفنا عند الكلام عن باب سجود السهم قال أجمع الأئمة كلهم أجمع الأئمة كلهم أي أئمة المذاهب الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ومقلديهم على أن سجود السهو في الصلاة مشروع سجود السهو في الصلاة مشروع طيب ده بالنسبة لذلك يبقى هناك اتفاق بين أئمة المذاهب الأربعة ومقلديهم على مشروعية سجود السهو في الصلاة وأجمعوا أيضاً على أن من سهى في صلاته جبر ذلك بسجود السهو جبر ذلك بسجود السهو يبقى أولاً سجود السهو مشروع هناك اتفاق بين أئمة المذاهب الأربعة على ذلك ثانياً من سهى في صلاته في هذا جبر ذلك السهو بالسجود بسجود السهو من سهى نسه في هذه الحالة هذا حاجة واتفقوا أيضاً على أن المأموم إذا سهى خلف الإمام لا يسجد للسهو سارح بالصلي سهى خلف الإمام الإمام نذل للركوع هو في ظلواف بعد كده تذكر فإذا سهى المأموم في صلاته بأن ترك شيئاً من الصلاة سهواً على أن المأموم اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن المأموم إذا سهى خلف الإمام فإنه لا يسجد للسهو لأنه يجب عليه متابعة الإمام ولأن الإمام ما جعل إماماً إلا لأجل أن يؤتم به وعلى أنه إذا سهى الإمام لحق المأموم سهوه لحق المأموم إيه؟ إذا سهى الإمام فيتبعه الإيه؟ المأموم معنى هذا الكلام أن على المأموم أن يتابع الإمام في صلاته وفي كل حركاته وفي كل ما يفعله الإمام إذا أربع حاجات ذكرهم صاحب كتاب الميدان وهو الإمام عبد الوهاب الشعراني عن أئمة المذاهب الأربعة في سجود السهو تفق عليه فذكر أولاً فقال أجمع الأئمة كلهم على أن سجود السهو في الصلاة مشروع أول حاجة أجمع الأئمة على أن من سهى في صلاته جبر ذلك بسجود السهو أجمع الأتفق الأئمة الأربعة على أن المأموم إذا سهى خلف الإمام لا يسجد للسهو اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا سهى الإمام لحق المأموم سهو لحق المأموم سهو هذه هي الأمور الأربعة التي اتفق عليها الأئمة فيما يتعلق بسجود السهو وحكاها عنهم الشيخ أي أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني في كتابه المسمى بالميذان القبرى طيب هذه هي متائل الإجماع هذه هي متائل الإيه الإجماع طيب طبعا ده عمة المذاهب الأربعة أبوابهم في هذه الحالة أدلتهم مأخوذة من كتاب الله أدلتهم مأخوذة من سنة سيدنا رسول الله بنوا قواعد بنوا مذاهبهم على قواعد هذه القواعد في حد ذاتها إنما هي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله فمن هنا من اتبع أي إمام من الأئمة فيكون قد اتبع هدي رسول الله محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بمذهب الشافعي يكون قد أخذ بسنة سيدنا رسول الله ومن أخذ بمذهب المالكي المالكي فقد أخذ بسنة رسول الله ومن أخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة فقد أخذ بسنة سيدنا رسول الله ومن أخذ بمذهب الإمام أحمد فكأنه قد أخذ بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ذلك من بركات اتباع هدي سيدنا رسول الله ولذلك نرد أن الإمام أبو البركات الشيخ أحمد الدردير كان يقول كل بركة في السماوات والأرض إنما هي من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل بركة كل بركة في السماوات والأرض فهي من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق ونوره صلى الله عليه وسلم إنما هو أصل الأنوار نوره صلى الله عليه وسلم إنما هو أصل الأنوار فقد جاءنا صلى الله عليه وسلم جاءنا فهو النور الذي جاءنا من قبل الله اقتداء بقول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب وكتاب مبين فالنور هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين إنما هو القرآن الكريم خير هذا ما اتفق عليه أما ما اختلف فيه فذكر بعض المثائل وحكاها في كتاب فقال وأما ما اختلف الأئمة فيه فمن هو أي من المثائل التي اختلف الأئمة فيها في باب سجود السهو قول الإمام أحمد والقرخ من الحنفية إن سجود السهو واجب إن سجود السهو واجب في هذا الأمر عندنا إمام أحمد بن حنبل والقرخ من عمة الحنفية قالوا إن سجود السهو واجب إذا حصل سهو سواء في زيادة سواء بنقصان يا ذي الحالة فإن يجب على المصلي أن يسجد للسهو لمن مالك بيقول بيقول إذا كان المصلي قد سهى وحصل بالسهو نقصان شيء في هذا الأمر فإن سجود السهو يكون واجب إذا حدث نقصان هنا يجب في النقصان سجود السهو ويسن في الزيادة السهو حصل بنقصان فعند مالك يجب سجود السهو لمن مالك فيه لمن مالك السهو حصل بزيادة كان زاد ركعة أو زاد سجدة في سجود الركعة ده ده ما يجيب اتنين جابهم تلاتة إذا حصل سهو بزيادة عن المعهود في الصلاة فقال بأن سجود السهو يكون سنة في هذه الحالة إنما إذا حصل سهو بنقص جبر ذلك النقص ده الميزجد سجدتين في الركعة سجد سجدة واحد ونسي قال إن حصل عند الإمام مالك بيقول يجب في النقصان ويسن في الزيادة ويسن في الزيادة طيب ده بالنسبة لإيه لذلك الإمام الشفعي إذن الإمام الشفعي والإمام أبو حنيفة في رواية عنه بيقول إنه مسنون على الإطلاق سنة على الإطلاق في الزيادة في النقصان في حدوث أي خلل في الصلاة في هذه الحالة آلف وهو سنة عند الإمام الشافعي وسنة عند الإمام أبي حنيفة في قول في رواية عنه في هذه الحالة يبقى سجود السهو يعتبر يعتبر سنة يبقى تحصّل من ذلك أي تحصّل مما حكاه الشعران في كتابه الميذات للأئمة أقوال ثلاثة القول الأول أن ثجود السهو واجب والقول الثاني أن ثجود السهو سنة والقول الثالث أن سجود السهو واجب في النقصان وسنة في الزيادة واجب في النقصان وسنة في الزيادة هذا ما عناه بقوله أما ما اختلف الأئمة فيه فمنه قول الإمام أحمد والقرخي من الحنفية إن سجود السهو واجب مع قول مالك إنه يجب في النقصان ويسن في الزيادة ومع قول أبي حنيفة في رواية والشافعي والشافعي ومع قول أبي حنيفة في رواية والشافعي إنه مسنون على الإطلاق إنه مسنون على الإطلاق فالأول مشدد والثاني فيه تجديد أول مشدد اللي هو أنه واق والثاني فيه تجديد في هذه الحالة والثالث مخفف فيه نوع تجديد حيث أوجبه في النقصان وجعله سنة في الزيادة أما الثالث فهو مخفف ووجه الأول أي دليل الرأي الأول وهو القائل بأن سجود السهو واجب إه دليل ألو وجه الأول وجه الأول تعظيم حضرة الحق جل وعلا عن السهو فيها تعظيم حضرة الله عن السهو فيها عما أمر به سواء أكان ذلك عن طريقي أكان ذلك من جهة الاشتغال بالأكوام أو من جهة ما تجلى للعبد من عظيم الهيبة والجلال طيب ده بالنسبة لهذا الأمر الأيه تعظيم حضرة الله فهو قد سهى فبسهوه يكون قد أخلى الصلاة فيها تعظيم لحضرة الله فالمصل إذا سهى في صلاته فيكون قد أخلى بنوع من أنواع التعظيم لحضرة المولى تبارك وتعالى فبيقول هنا ووجه الأول تعظيم حضرة الحق جل وعلا عن السهو فيها عما أمر به سواء أكان ذلك من جهة الاشتغال بالأكوان أو من جهة ما تجلى له من عظيم الهيبة والجلال أما من جهة الاشتغال بالأكوان فظاهر وأما من جهة ما تجلى له من جلال ربه وعظمته فلتقصيره في المجاهدة عن الوصول إلى مقام الكمال فيصير فيصير يخضر على تحمل ذلك التجلي ويعرف ما يفعل وما يترك ولا تحجبه مشاهدة ربه عما يفعل ولا عكسه كما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنسى ليستن بي أي ليستن بي العباد أي ليأخذ العباد بسنته فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه وصل إلى مقام لا يقع فيه سهو ولا نسيان في هذا وإنما فعله هذا ليستن به أتباع من أمته صلى الله عليه وسلم طيب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما أنسى ليستن به فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مقام هذا المقام لا يقع فيه سهو ولا نسيان وتبعه على ذلك الأكابر من الصحابة والتابعين حتى ورد عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إني لا أدخل في الصلاة إني لا أدخل في الصلاة فأجاهد الجيش وأرتبه ومن قال إنه ومن قال إنه ذكر ذلك من باب إظهار الضعف والنقص فقد أخل بمقام هذا الإمام الأعظم فعلم أن من سهى عما يفعل من صلاته لعظيم ما تجلى له من عظمة الله فهو كامل بالنظر إلى المقام الذي تحته ممن سهى باشتغاله بالأكوان ناقص بالنظر إلى المقام الذي فوقه فإن ذلك نفيس قال أي الشيخ عبد الوهاب الشعراني فإن ذلك من الأمور النفيسة في محاسن الشريعة الإسلامية ولعلك لم تسمعه من أحد قبلي ذا بيعلل وجه قول الإمام مالك وجه قول الإمام مالك من أن طبعا إيه سجود السهوة واجب سواء أكان في الزيادة أم كان عن نقص سواء كان عن زيادة أم عن نقص ثم قال أما وجه قول مالك فهو ظاهر في النقص جبرا للخلل الواقع بيأسهو عن شيء نقص بيكبر النقص اللي هو ما عملوش أما وجه قول مالك فهو ظاهر في النقص جبرا للخلل الواقع في هذه الحال لتصعد صلاته كاملة في ذلك اليوم ألا قبر للنقص حتى تصعد الصلاة كاملة إلى ربها ثم قال وأما في الزيادة فلوقوع ها كاملة فكان السجود لها غير واجب هذا حاجة بيسهو عن شيء زيادة بيسجد عن شيء فعلوا زيادة بدل ما يسجد سجدتين في الرقع سجد الثلاث يبقى السجود يعتبر بنقول أسجد للسهو سجودك للسهو عن هذا القبر الخلل الحاصل حصل بزيادة ولا بنقص بزيادة فالصلاة بتحته كتكملة ولا مش كاملة قالوا الصلاة بتحته كاملة فهنا في هذه هذه الحالة هذه الحالة ألف كان أما الزيادة فلأن الصلاة قد وقعت كاملة في هذا الأمر فكان السجود لها غير واجب السجود للخلل الحاصل بالزيادة غير واجب وإنما هو سنة لتداركه واستغفاره في هذا الأمر طبعا الجماعة اللي بيقولهم إن سجود السهو سنة سواء في الزيادة أو في النقص لهم سيدنا الإمام الشفعي والإمام أبو حنيفة يقول إيه بقاء يقول إن السهو في عامة المؤمنين مغفور فيكفيه الاستغفار طيب فيكفيه الايه من المعفو عن السهو والنسياء السهو الايه والنسياء ف دماغ أبو حنيفة بيقول سجود السهو ده سن طيب سجود السهو ايه سن قال إن السهو في عامة المؤمنين مغفور فيكفيه الاستغفار أو السجدتان للسهو إن شاء ايه إن شاء بل إن بعض صحابة سيدنا رسول الله كانوا يقولون إن الصلاة التي يصليها الايه إن الصلاة التي يصليها العبد لا تسلم من الخلل ولذا نجد من بعض صحابة سيدنا رسول الله أنه كان يسجد للسهو عقب كل فريضة وإن لم يقع وإن لم يقع خلل قال يسجد للسهو عقب كل فريضة للسهو وإن لم يقع منه خلل كان عبد الله ابن عباس سيدنا عبد الله ابن من ابن عباس وهو حبر الأمة طبعا عبد الله ابن عباس كان يسمى بترجمان القرآن عبد الله ابن عباس اللي كان بيثير خلف حضرة النبي في هذه الحالة قل للنبى قال له يا غلام احفظ الله يحفظك سيدنا عبد الله ابن عباس كان بيقوله بقى كان في هذه الحالة يسجد للسهو عقب كل فريغ سيدنا عبد الله ابن عباس اللي كان بيقول عن نفسه كنت غلاما أرضف أي أثير خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول قال له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك حفظ الله يكون بحفظ الحرمات باتباع المأمورات وترك المنهيات يحفظ الله يحفظ بهذا الأمر يحفظك المولى تبارك وتعالى من الشرور يحفظك الله عز وجل من كل أمر هذا الأمر قد يؤدي بك إلى درر يحفظ الله يحفظ يحفظ الله تجده تجاهك بهذه الأمور كلها الوقت يقعون في الأخطاء لعدم ثقتهم فيما عند الله في هذه الحالة تجد اللي بيكذب واللي بينافئ اللي بقى لك واللي عايز يشوف زميل ولا ما إلى ذلك عايز يروح يكذب عليها علشان يبقى هو الراجل بتاع المدير بتاع ولا رئيس ولا ما إلى ذلك عشان يخب منه حاجة في هذه الحالة وعايز يبقى الخبّص بتاعه والعيم بتاعه في هذه الحالة ودية أمورنا كلها لأننا نشك في أقدارنا فيما بيننا وبين الله الله في هذه الحالة والحبيب المصطفى يقول سيدنا رسول لا يؤمن أحدكم حتى يكون بما عند الله أوسق منه مما في يده أو عننا ذلك وتخلقنا بأخلاق سيدنا رسول الله كل واحد عارب أنت مهمتك شغلك ولا تتدخل فيما يعني فيما لا يعني ولا يخص هذا حاجة طلب منك في هذه الحاجة فعملك أهلا من لم يطلب لا إنما نشوف في ذلك العجب العجاب ولا كلام بتاعنا كلام في حاجة شوف العجب بالعجاب لو واحد قاعد اللي بالك في حتة أي ذبق هو المقرب في هذه الحالة لو طال إن يضر زمير اللي بيشتغل معه هيضر عشان هو ياخد حاجة في هذه الحالة ولذلك ديما نذكركم بكلام سيدنا الشيخ أبو البركات سيد أحمد الدير بيقول دايما نذكركم به بنقول كل كائنة في الوجود فهي بقدرة الله وإرادته كل كائنة في الوجود فهي بقدرة الله وإرادته بل صحابك ما قلش النهار ما قلش ما قلش هايق إن خلاص حاجتهم قضية قل كائنة في الوجود فبقدرة الله وإرادته على وفق علمه القديم المكتوب في الأزل إنما دلوقتي هي أمر لكشف المكتوب يكشف السطار عما كتب في الأزل كل كائنة في الوجود فهي بقدرة الله وإرادته على وفق علمه القديم ولا تأثير لشيء بل ولا فاعل لشيء غير الله تعالى سيدنا عبد الله بن عباس تهم كان بيقول كل ما يصلي صلي ومعه بعض صحابة سيدنا رسول الله كان بيزجد للساه قال لك ليه حتى وإن لم يقع منه خلل كان بيقول كان بيقول إن صلاة أمثالنا لا تسلم من الخلل لا تسلم من الخلل الله بن عباس اللي كان سيدنا النبي بيقول له يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك بأن تتفكر أنك تطلب من ربنا ولا تفكر أنك تطلب من عبد مثله ومثلك لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بقدرة الله وإرادته في هذا كما هو معلوم فأنت تريح دماغك كده وما أراده الله كائن الحال دي عيث حاجه الباب مفتوح تبص الفوق كده وهو قبلة السماء والطلب من الله عز وجل فإنك إن طلبت من غير الله فطلبك من غيره امتهان له خذ السبب آية زاكر دور اتعب خذ بالأسباب ثم بعد ذلك تكون قد فعلت ما عليك فالترض بقسمة الله عز وجل فيما بينك وبينه ولذلك إن عبد الله بن سعود نرجع لكلامه ولو قد كان عبد الله بن عباس والله من صحابه من صحابه من صحابه سيدنا رسول الله كلهم عدول كان عبد الله كان عبد الله بن عباس جماعة من الصحابة يسجدون عقب كل فريضة للسهو وإن لم يقع منهم خلل في ترك شيء من السنن الظاهرة ويقولون ويقولون كلام مين يقولون عبد الله بن عباس وجمع من صحابه سيدنا رسول الله الصحابة لنذل فيهم القرآن الكريم الصحابة لحضرة النبي أل فيهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا حاجة الصحابة لربنا أل فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يقولون يا مولاني ويقولون صلاة أمثالنا لا تثلم من الخلل دا كان هم بيقولوا كده إيبا احنا صلاطنا حضرة النبي اللي قعدوا مع حضرة النبي واستمعوا لسيدنا رسول الله كانوا يقولون يقولون وقد كان عبد الله بن عباس وجماع يسجدون عقبا كل فريضة عقب كل فريضة للسهوي وإن لم يقع منهم خلل في ترك شيء من السنن والظاهرة وإن لم يقع منهم وإن لم يقع منهم خلل في ترك شيء من السنن الظاهرة ويقولون صلاة أمثالنا لا تثلم من الخلل نقله أي نقل هذا الكلام بيحكي الشيخ الشعراني بيقول نقله أي نقل هذا الكلام الحكيم الترمذي بالسنن ما عندنا من ضمن السنن أصحاب السنن سنن الترمذي النقله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول قال ونظيره كلام اللي بيقول نظيره كلام من الشيخ عبدالوهاب الشعران بقول ونظيره أي ونظير هذا الكلام أي وشبه هذا الكلام ونظيره ونظير ذلك قول عطاء قول عطاء إنه لا نافلة لأمثالنا عطاء ابن أبي رباحد من التابعين عطاء إنه لا نافلة لأمثالنا وإنما هي جوابر للخلل وإنما هي جوابر لإيه للخلل يعني أنت دلوقتي ما تفكرش إنك أنت بتعمل حاجة تنة أنت بتكبر بسجود السهو بتاعك بتكبر الخلل الواقع في الصلاة قال ونظيره ذلك قول عطاء إنه لا نافلة لأمثالنا وإنما هي جوابر جوابر للخلل فإن النوافلة لا تكون إلا لمن كملت فرائضه كالأنبياء يعني خلاص فرائضه كامل مية في المية خش في الصلاة تعال بقى اللي بتقول إن إن الفرض بتاعك كامل بتخش في الصلاة وإنت بتفكر أنت عملت إيه هل ما فيه لو كنت حتى عندك هتروح تاكل إيه هل ما فيه وإنت راح لامتحان هتعمل طب إنت تبت الشغل ليه طب إنت دخلت طب إنت طلعت مية في المية طب الحاجة الفلانية أنا نسته وريني كده واحد بيخش الصلاة وبعد كده ما بيفكر شي هو بيعمل إيه في هذه الحالة يبقى هؤلاء كانوا يسجدون للسه ونظير ذلك قول عطاء إنه لا نافلة لأمثال نا وإنما هي للخلل فإن النوافلة لا تكون إلا لمن كملت فرائضه كالأنبياء طيب عالوا بقى جي الشيخ انتقل لحتة سهى في الصلاة وطرك ثجود السه هل تبط الصلاته ولا لا تبط صلاة واتفق أي اتفق العلماء فيما حكاه صاحب الكتاب وهو الشيخ الشعران واتفق العلماء أي اتفق العلماء من أئمة المذاهب الأربعة على أنه إذا ترك السجود السهوي إذا ترك سجود السهوي سهوا سهوا لم تبطل صلاته لم تبطل صلاته إلا أن هناك رواية ضعيفة في مذهب الإمام أحمد يرى بأنه تبطل صلاته في هذه الحالة ده بالنسبة لهذا الأمر بعندنا سجود السهب البعض قال إنه واجب البعض قال رأي التاني قال إنه سنة والرأي التالت قال إنه واجب في النقصان وسنة في حالة الزيادة وهذا ما حكاه الإمام الشعراني عن أئمة المذاهب الأربعة ومقلدين إذا ترك سجود السهو سهوا أمن سهى فلا شيء عليه من سهى عن السهو فلا شيء إيه عليه أي لم تبطل صلاته إلا أن هناك رواية عن الإمام أحمد قال بأنها تبطل إيه صلاته نعم 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 هانيجي يا أخويا لو لسه ما جناه لأن الباب كله حكاه الشيخ الشعراني عن سجود السهو المسألة الأولانية اللي ذكرناها دلوقتي إيه من أول مسألة من المسائل اللي فيها خلاف إيه فيها إيه خلاف بالنسبة لهذه جه لمسألة يتكلم عن مسألة تانية يقول خلي بالك مكان سجود السهو هنزجد إمتي قبل السلام ولا بعد السلام قبل السلام ولا بعد السلام في هذه الحالة هل نزجد للسهو قبل السلام قبل ما تنتهي من الصلاة قبل ما تسلم ولا بعد ما تسلم فيها موضع سجود السهو موضع سجود السهو على الراجح من ما ذهب الإمام الشفعي من قول الإمام الشفعي طبعا إنه قبل السلام وذا اللي بنعمله على طول لإنه نعمة أهل مصر ما ذهبهم شفعي في هذه الحالة قولوا إيه إن موضع سجود السهو قبل السلام وهذا هو الراجح عند الإمام الشفعي طبعا الإمام ما ليك قال لك لا والله تسجد للسهو عن نقصان ولا عن زياده فإذا كان عن نقصان يكون قبل السلام وإذا كان عن زياده يكون بعد السلام بعد الإيه بعد السلام فهنا نقول لأن الإمام مالك يقول إنه إن كان عن نقصان فهو قبل السلام وإن كان عن زيادة فبعد السلام فبعد السلام إن كان عن زياده يبقى يكون تسجد بعد السلام وإن كان عن نقصان يكون تسجد قبل قبل السلام طيب وإن اجتمع على المصلي زيادة ونقصان زود في ركعة سجده وبحتة تانية نسه إنه يسجد للتشاهد الأولان يخيم التشاهد الأولان وإن كان عن زيادة وإيه ونقصان اجتمع على المصلي سهوم إن طبعا إيه سهوان في هذه الحال نقص وزيادة هل فموضوعه عند الإمام مالك قبل السلام يبقى الإمام مالك نشوف قالك زيادة بعد السلام نقص قبل السلام اجتمع زيادة ونقص يبقى يبقى قبل السلام لا بالنسبة لهذا الأمر لهذا الأمر أما الإمام أحمد فقال هو قبل السلام لما أحمد بن حنبل قال قول واحد إنه قبل السلام إلا أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا أو يسلم وشك في عدد الركعات في هذه الحالة قال فبني على غال فبنى على غال فهمه فإنه يزجد بعد السلام لأنه سلم وبعد كده جاب هذا الأمر فهنا في هذه الحالة يعتبر فعله بعد السلام دي ما حدث مع الصحابي سيدنا إيه اللي هو مين لا لا ولده ولده إن سيدنا رسول الله كان بصلي فسيدنا أبو بكر قاعد في الجام المدين فصل النبي فسلم على رأس ركعتين سلم النبي على رأس ركعتين كان اللي قاعد مين ذو اليدين ذو اليدين وهو مين صحابي والعرفاض ذو اليدين نعم فأقول يا رسول الله أقصرة الصلاة أم نسيت يعني رسول بصلي الظهر فسلم على رأس ركعتين كان النبي يصلي صلاة رباعية فسلم على رأس ركعتين فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرة الصلاة أم نسيت أقول يعني الصلاة بأت إيه أقصرة بأت رباعية ركعتين سيدنا يسأل ليه الصحابي لماذا يسأل الصحابي النبي في هذا الموطن لأن رسول الله هو المشرع في ذلك الوقت ولأن رسول الله هو المبين فمي يسأله وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعرفهم وبيعلمهم وهو الذي جاء لهم برسالته وبدين فأقول له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال له لا 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 ما قصرت ولا نسيت فعند فعند نظر النبي في المسجد إلى سيدنا أبي بك فقال أحق ما يقول زليدين قال نعم يا رسول الله كلام صح انت سلمت على رأس ركعة إبقى سيدنا رسول الله سهى في هذه الصلاة فسلم على رأس ركعتين أم لا فقام النبي من وقته وأتى بالركعتين ثم بعد ذلك سجد للسهوين في هذه الحال إبقى كان سلم ولا ما كانت سلم كان سلم فقاب الركعتين وبعد كده سجد للسهوين في هذه الحال من الوقت ومن ذلك ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة في رواية إن موضع سجود السهوين قبل السلام وهو الراجع من قول الإمام الشافعي يبقى الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في أرجح الأقوال مع قول مالك إنه إن كان عن نقصان فهو قبل السلام وإن كان عن زيادة فهو بعد السلام فسأل الإمام مالك افرذ جمع بين النقصان والزيادة فقال وإن اجتمع على المصلي سهوان اجتمع على المصلي سهوان زيادة في موطن ونأصف موطن آقا في الحلال نسى لتيقعد للتشهد الأولان وذود في ركع سجد كيف حصل له حكت وإن اجتمع على المصلي سهوان ما هو لو أنت قلت له تعال يعني بنقول أنه سهو ليه يعني هو إما ناسي وإما سهد يعني هو مش آصل لأنه لو تعمد إن هو يخلي السجدتين بتوع الركعة ثلاثة بطلة الصلاة وكان عمدي بطلة الصلة في هذه الحالة طيب هنا لو تعمد إنه ما يعود شي للتشهد الأولان بطلة الصلاة فمن ألسها هنا لأن اجتمع على المصلي سهوان أحدهما نقص والآخر زيادة أهل فموضعه قبل السلام تكلم من سيدنا الإمام مالي بعدينه قبل السلام عند الإمام أبو حنيفه وعند الإمام الشفعي طيب قبل السلام إن كان فيه رئي التان قبل السلام إن كان فيه زيادة وبعد السلام لو كان فيه ايه قبل السلام لو كان فيه نقص وبعد السلام لو كان فيه زيادة فباكتمع سهوان زيادة ونقص فموضعه قبل السلام ده عن ذي مال أما الإمام أحمد فقال هو قبل السلام إلا أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا في هذه الحالة سلم بعد ركعتين بعد ثلاث ركعات فهنا في هذه الحالة نقول إيه أو شك فيه على ذي الركعات فمبنى ذلك على غالب فهمه فإنه يسجد إيه بعد السلام طيب فالأول مخفف اللي هو قبل السلام والثاني على الساهي بجعل سجوده قبل السلام لماذا أن لكون نيته لم تتذلزل للخروج كما يقع للمصلي بعد صلاته هذا حاجة النية وحدة نيته ما خركش من الصلي جبر الخلل وهو في الصلي اللي هو كلام مين كلام الإمام أبو حنيفة وكلام الإمام مالك بيسجد للسهوة قبل السلام قال قال بجعل سجوده قبل السلام لماذا أن لكون نيته لم تذلزل للخروج كما يقع للمصلي بعد السلام خلاص كيف هو خرج من الصلي قال لك ايه أنا جبرت قبل ما خرج من الصلي بخلاف اللي يجبر بعد ما يخرج من الصلي في أذين ده هو خرج وانتهى فبعد الصلي كأنه بيستغبر ربنا عن الحاجة اللي إيه اللي حصلت منه إنما في داخل الصلي كأنه يكبر الخلل الواقع في الصلاة قبل أن يخرج من الصلاة وقبل أن تصعد الصلاة إلى إيه إلى بارئها طيب نالي الوقت بيقول هنا أما لكون نيته لم تتذلزل للخروج كما يقع للمصلي بعد سلام والثاني فيه تخفيف والثالث كذلك أرطلا اللي هو التالث فيه أيضا نوع تخفيف واجه الأول وما وافقه الإتباع باتباع ما عدم إدخال نافلة في الفريضة قبل السلام لا بالنسبة لذلك واجه قول مالك ظاه واجه كذلك أحمد فكان فعل فكان فعل سجود السهو بعد السلام أشبه بالنوافل التي بعد الفريضة في الجبري هذا حاجة ده الكلام اللي بقوله بعد السلام ده بالنسبة لموضح سجود السهو موضح سجود السهو ملخصه إما قبل السلام وإما بعد السلام ولو وقع على أي حال فهو فعله من المصلي صحية على أي حال ففعله من المصلي صحية مع التفصيل الذي ذكرنا بدليل إنه لو تركه سهوا فصلاته صحية لو سهى عن السه فالصلة بتاعته صحية ومن ذلك المسائل بقى طبعا طبعا الشخص اللي بيصلم فريض لوحد ما عوش إمام شك في عدد الركعات ومن شك إن من شك في عدد الركعات هنا هل يبني شك على اليقين ولا على غلبة الظان طبعا ما الفرق بني اليقين هو غلبة الظان في الحلادي يبني على اليقين ولا على غلبة الظان اليقين اثنين ولا تلاتة اليقين ايه اثنين غلبة الظان ايه تلاتة طيب يخليهم اثنين اثنين انا بصل هوا اشكي انا صليت اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة اثنين ولا ثلاثة خلينا في اثنين ولا ثلاثة او ثلاثة ولا اربعة اليقين هنا كام والظن كام الظن ثلاثة لما يكون اثنين ولا ثلاثة طيب ثلاثة ولا اربعة اليقين ثلاثة والظن كام اربعة هنا من ذلك هل يبني على اليقين ام يبني شكه على غلبة الظن خلاف بين العلماء البعض قال على اليقين يعتبرهم كام اثنين الثلاثة اثنين ولا ثلاثة يبقى اثنين ثلاثة ولا اربعة يبقى ثلاثة والبعض قال بيبني على غلبة الظن فمن القائل بالبناء على اليقين ومن القائل بأنه يبني على غلبة الظان هذا ما وضحه الشيخ الشعراني في كتابه فقال ومن ذلك قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي حنيفة خلي بالكم في المنفرد أبي حنيفة في الإيه في المنفرد خلي بالك يعني معناه إن الإمام مالك الإمام الشافعي بيقولهم إن الشك ده في اللي بيصلي إمامه واللي مأمون والإثنين مع بعض والإمام حنيفة بيقول في المنفرد لواحد واللي بتصلي لوحدك يبقى من شك في المنفرد في عدد الركعات أخذ بالأقل وبنى على اليقين أخذ بالأقل وبنى على اليقين بأنه الحاجة يبقى أنا شكيت اثنين ولا ثلاثة يبقوا كام يبقوا اثنين اليقين بنى على الأقل وأخذ بيقين ما عنده أمالي أمالي يبقى شكيت ذات ثلاثة والأربعة يبقى ثلاثة بنان على كلام من الإمام مالك والإمام الشفعي في الإمام والمأمون وبنان على كلام الإمام أبو حنيفة في المأموم فقط في المنفرد في المنفرد أو من ذلك قول مالك والشافعي وأبي حنيفة في المنفرد إن من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وبنى على اليقين طيب وهذا ما يعضده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الواردة طيب ولذلك أيضا يعضده ما ورد في القواعد الفقهية من القواعدة التي تقول اليقين لا لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالإيه والحديث إذا دخل أحدكم في صلاته فأشكل عليه أثنتين أو أحدة أو أثنتين أو أثنتين أو ثلاثة قال لك إيه يبني على الأقل اليقين لا يزال بالإيه شودي قعدة من ضمن القواعد التي بني عليها الفقه الإسلامي نعم قعدة إيه رقم اثنين آه القواعد الخمس الكبرى اللي هي طبعا إيه القواعد الخمس الفقهية الكبرى اللي هي طبعا خمس قواعد واللي الشيخ الصيوط بيقول عنه والفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فأحفظ راشدا ما قالوا نقف عنديه اللي هي اليقيد لا يزول بالشك من القواعد الثانية من القواعد اللي هي مبنى عليها الفقه الإسلامي ويبنى عليها ليس في الصلاة بل في كل ما يتعلق بأي أمر ايه اجتمع في ايه غلب فيه الشك أو اليقين ومن ذلك قول مالك والشافعي وأبي حنيف أي قول مالك والشافعي في المأموم والمنفرد في من يصلي مأموما وفي من يصلي منفردا فيما يتعلق بالإمام وفيما يخص المأموم كذلك عند مالك ومن والشافعي وعند أبي حنيفة في المنفرد وحده أن إن من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وبنى على اليقين وبنى على طيب ده كان ده في المنفرد عند الإمام وحنيفة أمال مع الإمام إيه بآه ألوى عن أبي حنيفة في الإمام روايتان في الإمام في الإمام روايتان أحدهما يبني على غلبة الظن يبني على غلبة الإيه والثانية يبني على الإيه على اليقين ففي الحال هذه علشان تتبع الإمام حسب ما يفعل الإمام في هذه الحال قال لك لا ده الإمام يبني على إيه على غلبة الظن والروايتان يبني على اليقين مع الرواية الايه مع الرواية الأولانية لأن الإمام عشان ما يجيش واحد طبعا يجيش الإمام عمل ياجب عليك أن تتبع ما جعل الإمام إماما إلا لأجل أن يؤتم به طيب وقال أحمد إن حصل منه الشك مرة بصل صلاة صلاة هذا الأحب هذا حي طيب وإن كان الشك يعتاد ويتكرر منه بنى على غالب ظنه بحكم التحري فإن لم يقع له ظن بنى على الأقل في هذا الأمر بنى على الأقل كلام الإمام أحمد بن حمد في هذه الحال بقى دلوقتي عندنا إمام الشفعي إمام مالك يا أبو حنيفة المنفرد لما تلاقي واحد كده آم وخرج وقال لك بطل الصلاة فقال أقول له ما لنت لوحدك لكن أنا أخذنا بأقوال مين وما يتفق مع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتفق مع القواعد المبنية في الفقه الإسلام طب أنت تقول الصلاة بطلة لألك الاحتياط قل له خلي الاحتياط لي أنت احتياطك تعمل به لنفسك لكن ما تفرضوش علي يا دي الحال خلاص يبقى الرأي الأولاني قلن طبعا ايه بنى على الأقل يا دي الحال هو اليقين وقيل يبني على غلبة الظن الرأي التاني قال لك ايه إن كان دي الحال بقول ايه بيقول رأي الإمام أحمد هنا إن حصل منه الشك مرة بطلة وإن كان الشك يعتاده ويتكرر منه قال لك بنى على غالب الظن زي كلام الإمام أبو حنيفة في الرأي المرجوح فيما يتعلق بالإمام فقط دون ما عدا طب تعال هنا قال الحسن البصري يأخذ بالأكسر ويسجد للساه أكسر اللي هو ايه اللي هو ايه غالب الظن يأخذ بالأكسر ويسجد لمن للساه وقال الأوزاع متى شك بطلت موافقا لكلام الإمام فالأول أخذ بالاحتياط حسن يأخذ اللي هو ايه يبني على الايه على الأقل وهو موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وموافق للقواعد الفقهية والقاعد المشهورة ايه اليقين لا يؤاد لا يزال بالشك والثاني مفصل والثالث مخفف والرابع مشدد في هذه الحالة لا بالنسبة لذلك الامر واللائق البناء على الأقل إنما هو البناء على الامر الشيخ بيذكر آراء العلماء من أمانته يقول واللائق الذي يتمشى معنا الذي يتمشى مع الناس واللائق إنما هو البناء على الأقل لي في مثل هذه الأمور طيب فيبدأ بالنسبة لهذا الأمر طيب نيجي بقى لمسألة يبقى من شك في عدد الركعات ها يبني على الأقل على غلبة الزنق بيبني على الأكثر ويزجد للسه وهذا ما صرح به الحسن البصري في هذا طيب وهو رواية ثانية طبعا عند مين طبعا مين في هذه الحالة عند الإمام أبي حنيف طيب ومن ذات طبعا ترك التشهد الأولان صلى المغرب في الركعة الثانية رح آيم جاب التلت صلى العصر في الركعة الثانية رح جايب آيم التلت صلى الظهر وهكاسات ربعية والثلاثية طيب يعملي من ترك التشهد فما الحق الشهد ثنة ولا فرط ثنة ترك ثنة من السنن قال لبال ترك القنوط في صلاة الفقر في هذه الحالة بالنسبة للشافعية ومن ذلك من من ترك التشهد الأول طيب ذكروا امتي بعد ما آم ولا وهو لسة كده آيم خيب نشوف أقوال العلماء في ذلك ومن ذلك قول الإمام الشافعي ردي الله عنه إن من ترك التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه بعد ما وقف للركعة التالتة خلاص وقف كده انتصب للقيام ووقف وقاب الركعة التانية كده وحط إليه عشان يرى الفتعة لم يعد إليه طيب لو رجع بطل الصلاة عندي الشافعي ومن ذلك قول الإمام الشافعي إن من ترك التشهد الأول تشهد هذا الحال ومن ذلك قول الإمام الشافعي إن من ترك التشهد الأول فذكره بعد انتصابه أي بعد قيامه وانتصابه للركعة السالسة لم يعد إليه أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حد الركوع إن بلغ حد مين الركوع ذك لم مين إمام أحمد بي أوليه إنه إذا ذكره بعد انتصابه أي بعد قيامه للركعة السالسة منتصبا ولم يقرأ فهو مخير بين إن يقعد وبين إن يفضل هل ما أراش حتى ولا بدأ بالفتح ولا أي شيء مين جا عندنا رأي الأولان إن قام منتصبا لم يعود قام وقف الركعة التالت وهذا عند الشافعي عند الإمام أحمد قال لك هو أمل الركعة التالت ولكن ما أراش حاجه هل هو مخير إما يرجع تاني ويقول التشهد وإما يفضل زي ما هو وعند ذلك يقول مع قول أحمد إنه إذا ذكره بعد أن انتصب قائما أي بعد أن انتصب قائما للركعة الثالثة ولم يقرأ فهو مخير والأولى أي الأفضل ألا يرجع ألا إيه ألا يرجع دراء إن أم ما يرجع إن أم وما أراش بنخير يرجع أو ما يرجع فهو بالإيه هو بالخيار تعال إبراهيم النقع بيقول بيقول يرجع ما لم يشرع في القراءة يرجع ما لم يشرع في القراءة يرجع ما لم يشرع في القراءة فلما ما أراش يرجع يبقى ريب من كلام من تعال شوف عن دينه بيقول بقاك الإمام مالك يرجع ما لم يشرع في القراءة الحسن البصري بيقول يرجع حتى ولو قرأ الفاتحة طالما أنه لم يركع الركعة الثالثة طالما أنه لم يركع الركعة الثالثة تعال يرجع ما لم يركع في مثل هذه الأمور الإمام مالك بيقول إن فارقت إليتيه الأرض لا يرجع مجرد ما يؤم كده إن فارقت إليتيه الأرض لا يرجع فالما خلاص ده بالنسبة لذات إذا تحصل من ذلك لمن ترك التشهد الأول أقوال عند العلماء ملخصها أن من قام لم يرجع وهذا ما ذهب إليه الشافعية رأي السان أنه إذا قام ولم يقرأ فهو مخير بين الرجوع إلى التشهد وبين الإيه وبين عدم الرجوع رأي التال أنه إذا قام ولم يقرأ في هذه الحالة فإنه يرجع رأي الرابع أنه إذا قام وقرأ طالما أنه لم يرقع للركعة السالسة فيجوز له أن يرجع الرأي الخامس هو ما ذهب إليه الإمام مالك أنه إذا قام إذا إذا ارتفع بإليتيه ونهض للقيام للركعة السالسة فلا يرجع بعد ذلك فتعصل من ذلك كم قول خمس أخوات لو أنا عملت أي كل من هذه الأخوات في هذه الحالة فصلاتي صحيحة لأن القاعدة الفقهية تقول لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه في هذه الحالة بنقول ومن ذلك طبعا إيه شم منعج كلام ده بنقول إيه طبعا خل أول وما بعده فيه تخفيف وقول مالك فيه تجديد من حيث عدم الرجوع وتخفيف من حيث أن الرجوع إلى التشهد في حيث الرجوع إلى التشهد في هذه الحالة ووجه الأول أن قلوس التشهد الأول إنما شرع للإستراحة في هذه الحالة السجود فحيث ما قام منتصبا ما أصبح للرجوع في ألك وبي ارتاع نقول إيه بيشرع له الارتياع يعني خذ نفس كده ويرتاح وقوم هو آم ما عدش له فيدي للرجوع تاني هذا رأي اللي بيقول إيه اللي بيقول إنه لما يقوم ما يرجع قال ووجه أي دليل الرأي الأول أن جلوس التشهد الأول إنما شرع للإستراحة في هذه الحالة في السجون فحيث ما قام منتصبا فما بقي للرجوع فائدة لا سيما وقد وقف بين يدي الله قائما في هذه الحالة ووجه قول النقعي إن رجوعه ليستريح حتى يتأهب لخطاب المولى تبارك وتعالى في القيام في هذه الحالة يتأهب يستريح ويتأهب لخطاب الله في القيام أولى من خطابه مع إيه مع الفطور وارتخاء الأعصاء يقول لعو ينزل وارتح وبعد كده بإيه إباو وجه قول الحسن حسن البصري بيقول إيه أليه الحسن البصري هنا يرجع ما لم يرك إيه دليله إظهار الضعف وتضارك الغفلة وقبر الخلل تضارك السهوة وهو في الصلاة في ترك مأمور إيه مأمور به طيب باب النسبة لهذا الأمر ولذلك لمن مالك يقول حتى ولو نهض للقيام مير جاعش لأن مفارقته للأرض حتى ولو سهوا تدل على قوته على تحمل مناجاة الله في القيام مع أن محل القلوس الأصلي إنما هو بعد انقضاء وظيفة العبودية وذلك في القلوس الأخير طيب باب النسبة لمثل هذه الأمور نيجي بقى أهل مسألة يقول فيها إيه طبعا من قام إلى خامسة سهوا صلى أربع ركعات وبعد كده أم يجيب الخمسة الناس ألوله سبحان الله الستات سأفت له معها خلاص هو في دماغه في دماغه من قام إلى خامسة سهوا في هذه الحالة الإمم الثلاثة بيقولوا إيه الإمم من الأم الثلاثة يهم الإمام مالك في المسألة دي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حمد في هذه الحالة ومن ذلك قول الأئمة السلاسة إن من قام إلى خامسة سهوا من قام إلى خامسة سهوا ثم ذكر فإنه يجلس في هذه الحالة فإن كان لم يجلس فإن لم يجلس في الرابعة للتشهد هل تشهد في الخامسة بعدها وسجد للسهو سجد إيه وسجد للسهو وسلم في هذه الحالة لما أبو حنيفة أليه بقى إنه إن ذكر قبل أن يسجد في الخامسة رجع إلى الجلوس وإن تذكر بعدما سجد فيها سجدة فإن كان قد قعد في الرابعة قد رتشهد بطلت فريضته وصار الجميع نفلا في مثل هذا الأمر لكننا نقول بأن الأولى أن نسير على ما ذهب إليه الأئمة السلاسة أن من قام إلى خامسة سهوا ثم ذكر فإنه يدلس في مثل هذه الحالة نعم نعم الرواية التانية تتفق مع هذا في هذا الأمر نعم السمين ده الكلام ده هي أولى في المغرب ده هذا في الصلاة الرباعية الصلاة السلاسية أما الصلاة الرباعية فلم ينقن عليه شيء حيث ناء الكلام بعد يبقى من قام إلى خامسة تهوا ثم ذكر فإنه يجلس يرجع على طول سبحان الله يرجع ويذكر للساه طيب إذا صل المغرب أربعا ساهيا من صل المغرب أربعا ساهيا اتفق العلماء من أئمة المذاهب الأربعة على أن من صل المغرب أربعا ساهيا أي بزياد التركعة سهو أنه يسجد للسهو وتجزئه صلاة وتجزئه صلاة يبقى لهم الأربعة اتفقوا على هناك اتفاق حكاه الشيخ أبو المواه عبد الوهاب الشعران أن من صل المغرب أربعا بزيادة ركعة سهوة من سهى في صلاة المغربي فبدلا من أن يصليها ثلاثا صلاها أربعا فإنه يسجد للسهو وتجزيه صلاة هذا بالنسبة لمين لهذا مع قول الأوزع أنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو حتى لا تكون المغرب حتى لا تكون المغرب شفعا صلاة المغرب إيه ويت هي ويت فهنا في الحلادي هو نسه وصلى الثلاثة زود واحدة يبقى أربعة عند الأئمة الأربعة بيقولوا إيه قال لك إيه يسجد للسهو والصلاة بتاعته جايزة لأن هنا السهو في الزيادة فصارت صلاته صلى ثلاث ركعات كم في هذه الحال والسهو في هذه الحال الزيادة الإمام الأوزان قال لك إيه قال لك لا ده احنا بنضيف للربعة الربعة خمسة لأن صلاة المغرب ويت فحتى لا تكون إيه شفعا بسهوه هذا طيب ده بالنسبة لذلك الأمر طيب هنا نيجي المسألة إن من أخبره عدل واحد أخبرك كده وقال لك إيه إنك تراك عمسي في هذه الحال هل تعمل بيقين نفسك ولا بكلام غيراك إذا أخبره شخص بأنه ترك ركعة من صلاته فملحه هنا ومن ذلك قول الشافعي وأحمد ما حكاه الإمام الشعراني أو المواهب عن الإمام الشافعي والإمام أحمد قال ومن ذلك قول الشافعي وأحمد إن من أخبره جماعة بأنه ترك ركعة مثلا لا يرجع إلى قولهم وإنما يجب عليه العمل بيقين نفسه بيقين نفسه هذا هو متأكد هو متأكد مع قول أبي حنيفة في إحدى الروايات عنه أنه يرجع إلى قوله أنه يرجع إلى أنه أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة أحكام شريعة الإسلام إنما هي فيها سعة في هذا الأمر وتبصت لا اللي بيتحقر لك وقول لك لا ده وخل بالحظ ويقف على رأيه لكي يشدد على الناد في أمر دينهم نقول بأن كلامه غير مقبول في هذا الأمر وإن يتنافى مع القواعد الواردة في شريعة الإسلام من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دين الإسلام يسر وليس عصر إن الدين يسر ولن يشدد الدين أحد إلا غلب وأن ذلك يتنافى مع ما ورد من كلام النبي من أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة أي السهلة المحفوظة من التفريط والإفراد فهيني لما بيحكي الشيخ الشعراني عن الإمام مالك عن الإمام الشافعي عن الإمام أحمد حكاية أقوال المذاهب إنما يعد ذلك الأمر فيه سعة على عوام المسلمين والعم مذهبه مذهب من يفتيه في مثل هذه الأمور طيب ومن ذلك قول الإمام الشافعي وأحمد إن من أخبره جماعة بأنه طارك ركعة مثلا لا يرجع إلى قولهم وإنما يجب عليه العمل بيقين نفسه مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إمام أبو حنيف إمام أحمد إنه يرجع إلى قولهم إنه يرجع إلى إيه إلى قولهم طب إيه الدليل الرأي اللي بيقول بأنه يجب عليه طبعا إيه لا يرجع إلى قولهم ويجب عليه العمل باليقين على أخذ بالاحتياط لنفسه الأخذ بالاحتياط لنفسه وتمشيا مع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أشكل عليه في صلاته يبني على الأقل وتمشيا مع القاعدة الفقهية التي بني عليها الفقه الإسلامي من القواعد الخمس اللي هي اليقين لا يزال بالشك والتي عبر عنها الصيوط في قوله الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاحفظ راشدا ما قالوا قلنا بأن من أخبره جماعة أنه ترك ركعة لا يرجع إلى قولهم وأنه يجب عليه العمل بيقين نفسه بهذه الحالة هذا عند الإمام الشافعي وأحمد وعند الإمام أبي حنيفة أنه يرجع إلى قولهم يرجع إلى كلامه أنه يجب عليه العمل أخذ بالاحتياط لنفسه فإنه فإنه أعلم بأفعاله من غيره في هذه الحالة والذي يقول بأنه يأخذ بقولهم قال إن شهادة الغير أحوط لأن النفس ربما لبست على صاحبها طيب الرجل اللقاء على الجنب منك وشاف أنك صلت ركعتين هو أدرى بذلك منك هذا الأمر لا يحصل الالتباس بالنسبة لمين الأجنبي أي لغير المصل غير نفسك وهذا ما حدث مع سيدنا رسول الله عندما صلى وسلم على رأس ركعتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله أل لا دي ولا دي قال بل نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال أحق ما يقول ذو اليدين قال نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعة السالسة والرابعة فهنا نقول فإنما ذهب إليه أبو حنيف والإمام أحمد قالوا في هذه الحالة أن شهادة الغير أحوط لأن النفس ربما لبست على صاحبها فينبغي أن يفهم ذلك الإنسان ذا بالنسبة لذلك طيب هنا ترك المسنونات هرية الفتحة طبعا في الصلاة سنة التذبيح في الركوع سنة التذبيح في السجود فمالحوط هنا نقول ومن ذلك قول الإمام الشافعي أنه أو إنه لا يسجد لترك مسنون صلاة أقوال وأفعال الأقوال في الصلاة المفروضة خمسة والأفعال تمني لأننا عادنا فيه هنا المسنونات هنا إنه لا يسجد لترك مسنون إلا القنوة والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني هذا حاجة فيما على ذلك لو ترك من المسنونات ما ترك فصلاته صحيحة ولا يسجد حتى للسهو عنها مع قول أبي حنيفة إنه يسجد لترك تكبيرات العبد ويسجد لتركه الجهر في موضع الإصرار والإصرار في موضع القهر جيه في صلاة العصر ورح جاهر بالصلي وجيه في صلاة المغرب ورح إيه وطبعا صلى إيه صلاة إن هي الجهرية صلىها سرية وعكسه هذا إن كان إماما إن كان إيه إمام ولكن في هذه الحالة نقول يختلف في محل السجود عنده فإن كان جهرا في موضع الإصرار سجد بعد السلام دا الإمام من أجدعو المأموم لا شيء عليه يا أبو تصلي منفرد تصلي منفرد وطركت شيئا من السنن فلا شيء عليك ولا تسجد للسهر إلا التشاهد الأول والقنوط في صلاة الفج والإيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد بيقول إن سجد لمثل ذلك فحسن وإن ترك فلا شيء عليه وهذا يبرز محاس شريعة الإسلام ويبين أن شريعة الإسلام في سهولتها ويسرها فيها ما فيها من تيسير على العباد اقتداء بكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه واقتداء بكلام حضرة النبي بعست بالحنيفية السمحة أي السهلة المحفوظة من الطفريط والإفراط نسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ما يرضيك عنا يا كريم اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين واختم لنا بالخير وامنحنا الهدى واجع الرضانا في الذي ترضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة